سبب الله أختم في موضوع إنساني أحب أناشد فيه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في مملكة الوحرين الشقيقة حسب المناشدة اللي واصلة توقع هو شقيق اللاعب محمد راشد الفضلي وخالد راشد سند حسب المناشدة اللي كاتبها أخونا خالد راشد أنا قا أحاول أفتح الكمبيوتر لكن لأسف يعني ملاعب الغاطسية سابر ملاعبنا ملاعبنا ملاعب الغاطسية ملاعبكم بعد ملاعب الناصر نعم أنا لأسف يعني قا أحاول ناشد ولي العهد على موضوع جواز تجديدة وعياله ما شافتها تصال لها تقريبا سبع سنوات نعم أي وموضوع التجديد الحمد لله نعم والله خفت والله بتواصل وياهنا والله أنا قاعد أحاول يعني عشان بحط المناشدة على الهوى صراحة لكن للأسف نت ظاهر مطالع معاي لكن هي موجودة في حسابنا في تويتر وإحنا إن شاء الله كلنا ثقة في سمو الشيخ ناصر بن حمد هو شي يقول أخونا خالد راشد أنا طبعا يعني طلق يعني سبب حرصي إني أعرض المناشدة على الهوى إن اللاعب يعتبر منه وفينا هذا أولا ثانيا شقيق محمد راشد هو أخ عزيز علي بالنسبة لي وصديق عزيز وأيضا يعني الوضع اللي عاشه محمد راشد خلانا نتعاطف وياه أشوى إنه الحمد لله هذه نعمة من الله إنه اشتغلت الشاشة عندي أتمنى موجودة عند مخرجنا يعرضها على الهوى مشكور مشكور طبعا المناشدة يقول أكتب موضوعي راجيا من من عطفكم الأبو والنظر في طلب الاسترحام حيث أنني رياضي مارس تعبد كرة القدم في مملكة البحرين وتم منح جواز سفر بحريني لتمثيل مملكة البحرين من سنة 2002 لغاية 2011 وطبعا بعد هذه السنة لجأت للتدريب الرياضي كمدرب لكرة القدم ومن سنة 2013 إلى الآن لم يتم تجديد جواز سفري ولا أستطيع مراجعة أي جهة رسمية أو مدنية وحاولت طرق جميع الأبواب في الفترة السابقة لحل هذه المشكلة لكن للأسف لم أستطع حلها ولم يبقى لدي جهة أخرى أرسلها من بعد الله إلا سيادتكم الكريمة للنظر في موضوع هذا الذي حرمني من رؤية أبنائي الذين لم أراهم من سبع سنوات وقد حرموا من أبيهم الذي لا يستطيع عمل شيء إلا بتجديد جواز السفر المتعلق بمصير أبنائي وحياتي الاجتماعية أنا يعني أناشد أيضا من ناحية أبوية سمو الشيخ ناصر بن حمد بالنهاية هذا الرجل خدم مملكة البحرين يعني لما يتكلم يقول مثل البحرين من 2002 لقاية 2011 يعني 9 سنين خدم الأندية البحرينية ولا يزال يخدم الأندية البحرين يعني أتمنى ينظر لهذا الرجل من ناحية أبوية أعد ما أدري الحل عندك يا طويل عمر هل مثلا جواز مؤقت هل والله جواز مادة معينة بحيث تجديد هو يجدد جوازه بس يعني ما أدري هو عنده جواز الرسالة تقول له وهو عنده جواز بس ببعني ما أعطينا جوازه ممثل بس بس مو قادر يجدده فأكيد في سبب دبي الشيخ الله حفظه أن يحل الموضوع بس والله إن شاء الله كلنا فقه إن شاء الله هي مناشدة ما يقصر خصوصا أن النار حيني بحرين يعني ما شاء الله يتمر في يعني ازدهار ازدهار رياضي وأعتقد خالد يعني ماسك الحين الأكاديميات صالة خمسة أو ست سنوات يعني له يعني وهلا بالكويت يعني زوجته بالكويت عياله بالكويت ولا وين ما هي عياله بالكويت موجودين بالكويت يقوله في سبسة وشاء الله في بحرين وهم موجود في البحرين لكن زوجته وعياله موجودين فكان يتردد عليهم خلال الفترة نعم الماضية لكن لما وقف عدد في جواز من خلال قبل سبع سنوات أو أكثر فمو قادر أن يتواصل معهم نعم والله إحنا يعني نتمنى ينظر إلى هذا الموضوع سمو الشيخ ناصب بن حمد من ناحية أبوية يعني خل موضوع الرياضة وإنه خدم مملكة البحرين وإنه من ناحية الإنسانية نعم بالضغط من ناحية الإنسانية بالنهاية يعني لمشة من الإسرة أعتقد فيه ميزان حسناتك وعمالك ومثل البحرين إيه والله يعني إحنا هذا اللي نقدر نسوي يا أخوي خالد راشد يعني تقديرا لك ولأسرتك الكريمة وأرجع أقول موقف اللي حصل لك حصل حق أخوك محمد اللي كان قريب من التجنيس ومن الحصول على الجنسية يعني واللي صار صار خلاننا نتعاطف معاك ونتعاطف مع أخوك فاليوم هي مناشدة في نهاية هذا البرنامج نتمنى إن شاء الله باتشر خبر سعيد يوصلك من سمو الشيخ ناصر بن حمد بذن الله وإن شاء الله ما راح يقصر ولا راح يقصرون أخواننا في مملكة البحرين لخنقول إيصال الفرحة لإسرة يعني مو ملتمة من الزمان فكلنا ثقة إن شاء الله إن شاء الله ما راح يقصر وإن شاء الله كلنا ثقة بأهلنا في البحرين أنا أدري يمكن حاليا سمو الشيخ ناصر ما يشوفنا ما يتابعنا لكن نعرف إن في عندنا أصدقاء في البحرين ممكن يوصول له عندنا شباب يتابعوننا خاصة أن أخونا محمد الشملان أيضا رجل بحريني دائما يحرص ويتابع برنامجنا إن شاء الله يوصل لمكتب سمو الشيخ ناصر بن حمد هذه المناشدة وحل هذا الموضوع